بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الأمير الملكي محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي سيد أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي سيد أمين عام ونظمة التعاون الإسلامي السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في ظروف استثنائية يمر الوقت فيها ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مزدقيته السياسية والأخلاقية وكما يمر الوقت ثقيلاً على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلماً وحزيناً يكثف سوقات يكشف سوقات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافض الادعاة الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطاً مدوياً في هذا الامتحان الكاشف الحضور الكريم إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوة أخرى وينبغي وقفها على الفور إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ميالي دون إبطاء أولاً الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط ثانياً وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم ثالثاً اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني رابعاً ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال خامساً التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سادساً إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي السادة الحضور لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخازل عن وقف الحرب في غزة ينزر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وإنهما كان مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاة وأخيراً أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره أقول لهم إن مصر والعرب سعوا في مصار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام والآن تأتي مسؤلياتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فوراً ثم معالجة جزور الصراع وعطاء الحق لأصحابي كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع الشعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو تروية ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجل جديدة تولد فلا تجد حولها إلا القراهية والعداء فلتحد العالم كله حكومات وشعوباً لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانياتنا ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته